بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الحلقة الثامنة وثلاثون والأخيرة من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات ونتوقف فيها عند رأي السيد أبو القاسم الغوئي المرجع الشيعي الكبير والشهير الذي توفي سنة 1992 وهو طبعا كما تعرفون كان أستاذ الحوزة العلمية في النجف يقول له كتاب يقول فيه حديث تحريف القرآن حديث خرافة لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل ويقول أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف الخوئي في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 201 ويقول أيضا أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل أو من ألجأه إليه حب القول به والحب يعمي ويصم أما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته هذا نفس المصدر في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 259 ورغم أن الخوئي يؤكد وجود مصحف خاص لأمير المؤمنين عليه السلام يغير القرآن الموجود في ترتيب السور واجتماله على زيادات ليست في القرآن الموجود إلا أنه يقول لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن وقد أسقطت منه بالتحريف بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل وما يقول إليه الكلام أو بعنوان التنزيل من الله شرحا للمراد ويضيب لا دلالة في شيء من هذه الروايات على أن تلك الزيادات هي من القرآن وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام فإن ذكر أسمائهم لا بد أن يكون بعنوان تفسير ويدل على ذلك ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم سقوط شيء من القرآن ويقول الخوئي أخيرا إن وجود الزيادات في مصحف علي عليه السلام وإن كان صحيحا إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن ومما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومما أمر به رسول الله بتبليغه إلى الأمة ليس من ذلك يعني فإن الالتزام بزيادة مصحفه بهذا النوع من الزيادة قول بلا دليل مضافا إلى أنه باطل قطعا ويدل على وطلانه جميع ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم التحريف في القرآن الخوئي في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 259 هذا موقف الخوئي ثم يناقش الخوئي الشبهات التي يتشبث بها بعض الأخباريين كقولهم إن الروايات المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به ويجيبهم بأن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه يعني فيه رأيا بالموضوع أنه هذه من أصل القرآن أولاها من التفسير والتأويل وتوضيح ذلك أن كثيرا من الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري القراءات التي تحدثنا عنها سابقا الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه وأنه يقول بالتناسخ وأيضا روايات واردة من علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تؤرث القطعة بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الإطمئنان بذلك وفيها ما روية بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها علينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات وإضاحي أنها ليست متحدة في المفاد وأنها على طوائق ثم يستعرض الخوئي مختلف الروايات المدعية للتحريف ويقول إنا قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الأئمة عليهم السلام في التنزيل من هذا القبيل وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب والسنة والأدلة المتقدمة على نفي التحريف وقد دلت الأخبار المتواترة نعم وقد دلت تلك الأخبار المتواترة على وجوب أرض الروايات على الكتاب والسنة وأن ما خالف الكتاب منها يجب طرحه وضربه على الجدار ويؤكد موقفه هذا مرة أخرى فيقول بعد الإغضاء عما في سندها من الضعف إنها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفا واحدا حتى من القائلين بالتحريف يقولون ناقص ما يقولون زائد وقد ادعى الإجماع جماعة كثيرة جماعة كثيرون على عدم الزيادة في القرآن وأن مجموعة ما بين الدفتين كله من القرآن ومن من ادعى الإجماع الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ البهائي وغيرهم من الأعظم قدس الله أسرارهم وقد صرح جماعة من الأعلام بلزوم تأويل هذه الروايات أو لزوم طرحها وممن صرح بذلك المحقق الكالباسي حيث قال على ما حكي عنه إن الروايات الدالة على التحريف مخالفة لإجماع الأمة إلا من لا اعتداد به وقال إن نقصان الكتاب مما لا أصل له وإلا لشتهر وتواتر نظرا إلى العادة في الحوادث العظيمة وهذا منها ما الأعظمها وما دام لم يحدث هذا التواتر والاشتهار فإذا هذا مصحيح ويستعين الخوئي بمجموعة من الروايات الواردة عن أهل البيت والتي تؤكد ضرورة طرح أي رواية تخالف القرآن الكريم فيذكر من تلك الروايات ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخدوه وما خالف كتاب الله فدعوه هذا حديث مروع عن ما مصادق وما رواه الشيخ الجليل سعيد بن هبة الله القطب الراوندي بسنده الصحيح إلى الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخدوه وما خالف كتاب الله فردوه الخوئي في كتاب البيان في تفسير القرآن من صفحة 223 إلى صفحة 235 يذكر هالأمور ويناقشها وبالرغم من قيام المجتهدين الشيعة الاثنى عشريين الأصوليين مقابل الأخباريين قيامهم بنقدي روايات التحريف إلا أنهم لم يقضوا على جذر المشكلة حيث ظلت بعض الروايات القائلة بتحريف القرآن سريحة وقوية لديهم أو مستفيضة كما يقول الخوئي ومع أن الكثير منهم قال بضرورة التوقف عندها أو طرحها لمخالفتها القرآن وإجماع المسلمين إلا أن بعضهم أيضا مال إلى قبولها والأخر بها وقال أن طرحها يؤدي إلى طرح كل الروايات الإمامية كما قال بعض الأخباريين وقد رأينا السيد أبو القاسم الخوئي رغم قوله بأن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال رأيناه يتردد في اتخاذ موقف حاسم وقاطع ضد التحريف ويقول أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف في كتاب البيان صفحة 211 يعني مو كل الشيعة مو كل العلماء مو كل ويعود السيد الخوئي ليردد مقولة الشيخ المفيد في وجود مصحف خاص لأمير المؤمنين يغير القرآن الموجود في ترتيب السور واجتماله على زيادات ليست في القرآن الموجود يؤكد هذا الشيء وأن تلك الزيادات ليست من القرآن يقول بل من التفسير والتأويل أو التنزيل من الله شرحاً للمراد وهذا ما يعني وجود تنزيل إضافي خارج القرآن يتضمن أسماء الأئمة وأسماء أعدائهم مما هو غير موجود في القرآن المتداول بين المسلمين وهو ما يعني بشكل أو بآخر القول بالتحريب وإن لم يكن في نفس القرآن حسب قوله وإنما في الوحي المنزل من الله بصورة عامة قال المفيد إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان المفيد في أوائل المقالات سبحة 99 ومع أن الخوئي يحاول التصدي للأخباريين الذين يقولون إن الروايات المتواترة عن أهل البيت قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به إلا أنه لا ينكر تواترها بل يضعف أمام الأخباريين ويقرهم على حدوث التحريف بصورة عامة ولكنه يقول إن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه يعني بأصل القرآن إنما حدث التحريف بالنسبة للزيادات ويضيف الخوئي قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الأئمة عليهم السلام في التنزيل من هذا القبيل ويعترف لهم بأن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الإطمئنان بذلك وفيها ما روية بطريق المعتبر فعلينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات ويحاول الخوئي أن يؤول تلك الروايات الصريحة بالتحريف على محاملة شتى ثم يقول وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب والسنة والأدلة المتقدمة على نفي التحريف وهذا موقف ينطوي على ضعف تجاه الرجال الذين رووا تلك الروايات كالكليني والقمي والسياري وغيرهم واعتبار تلك الروايات صحيحة ومؤتبرة ومستفيضة ومتواترة وكان من الأجدر به من خوئي يعني أن يدرس روايات التحريف ضمن ظروفها المحيطة بها وتوقيتها وارتباطها بنظرية الإمامة التي نشأت في القرن الثاني لجري وأن يعيد النظر في نظرية الإمامة الإلهية نفسها ويتساءل عن مصدر أحاديث التحريف وصدقيتها ولماذا لم تعرف عن الأئمة السابقين كالإمام علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين إن تأويل روايات التحريف الصحيحة بين قوسين كما يقول الحوئي أو طرحها لا يكفي في حسم الموضوع بل لابد من التساؤل عن صحة تلك الروايات حتى لو ثبت صدورها عن الإمامين الباقر والصادق الذين عاشوا في القرن الثاني الهجري ويقالوا أنهما روايا دون سند معتبر عن كتاب سري مجهول ومسكوك فيه يسمى كتاب علي أو مصحف فاطمة إن صحت النسبة إليهما وفي الحقيقة أن السيد الخوئي يعني مشكلته أنه في هذا الموقف ضعيف وليس القاطع رغم أنه قال يعني تنزيل وتأويل وكذا وحتى هذا لم يثبت في الحقيقة لا تنزيل ولا تأويل لأن نظرية الإمامة هي نظرية مبتدعة في القرن الثاني الهجري وأسماء الأئمة يعني كيف موجود أسماء الأئمة بالقرآن الله نزلها أصلا الله سبحانه وتعالى لم يتحدث عن الإمامة والخلافة بعد النبي اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا يوجد بالقرآن أي حديث عن الخلافة والإمامة والأئمة الاثنين عشر وما شابه هذا كلام يعني إما أن نقول ذول الروايات اللي نسجوا نظرية الإمامة المتكلمين يعني الذين اخترعوا نظرية الإمامة وإذا وإذا ريد نصدق الروايات عن الباكر والصادة كما يميل السيد الخوئي يقول أنه يعني أنه يعني لابد أن نعترف بصحة بعض الروايات الواردة عن الباكر والصادة وأنا لا أعترف بذلك ولا أقول بذلك ولكن فرضا لو كنا أن الباكر والصادة قال هذه الروايات فكان لابد على الخوئي أن يبحث في موضوع الإمام يقول أليم المعصومين الروايات الواردة عن المعصومين فكرة المعصومين موين جاءت لا توجد في القرآن ولا توجد عند أهل البيت في الروايات الصحيحة إنما هي من من يعني اختراعات المتكلمين أن هؤلاء معصومين بعدين اثبات إمامة الباكر والصادق وأن كلامهم حجة من الله وكل شيء يقوله صحيح هذا أول كلام يعني هذا القول بالتحريف سواء الصريح أو عدم الصريح ليقول بالتنزيل أو أو يقول لا بالأصل كانت الزيادات التي حدفت يعني الدعية أنها حدفت هذا مربوط بنظرية الإمامة أنه الله سبحانه وعلى ذكر الأئمة وذكر الإمامة كل نابع من هذا الموقف الايدلوجي مو شيء تاريخي يعني واحد يجي يقول يثبت أنه حدث التحريف أو الحذف مثلا في بعض الآيات بناء على الدلة التاريخية روايات قاطعة مثلا لا توجد إنما هكذا يقال والله أعلم أن الإمام باقر أو المهم الصادق مثلا قال أنه في كتاب علي وين كتاب علي كل أحد ما شاهده ومن موجود هذا شيء مصحف باطمة أيضا مصحف موهوم لا وجود له فالدعاء بأن لدينا كتاب سري وفي كلام صريح حولنا وحول حقنا بالإمامة هذه الروايات كلها يعني السيد أخو لأنه لم يبحث ولم يناقش موضوع الإمامة وموضوع حجية كلام الباكر والصادق فاستر أن يقول نعم هذه الروايات بعضها صحيح بعضها مثلا مصحية بعضها صحية وبالتالي اضطر إلى أن يقول هذا مباب التأويل هذا أيضا كلام وهمي كلام يعني افتراضي ما لحقيقة فإذا أردنا أن نقطع ونحسن في هذا الموقف من روايات التحريف فلابد أن نتخلى عن هذه النظرية المفتدع نظرية الإمامة وننظر إلى القرآن بنفسه وبهذا المصحف الذي ورد إلينا متواترا عبر جماع المسلمين ونضع كلها الروايات روايات الأخباريين والأصوليين حتى لا قيمة لها ولا تشكل دليلا قاطعا في هذا الموضوع إلى هنا نكتفي بهذا القدر وهذا طبعا موضوع يحتاج إلى مزيد من الحوار حوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر